شوفي بقى الشيخة فهيمة جات الشيخة فهيمة دي وما أروع في الزكاء والدهاء للمرأة المصرية الشيخة فهيمة زوجها كان بطل وكان يخفي عليها بطولته لأنه من أعضاء مجاهدي سيناء وابنها كان بطل وهي بحس الأم كانت تعلم هذه البطولة وكان المتحرف عليه في أهل السيناء أن كلهم كانوا يخفوا عن أسرهم أننا أعضاء في المنظمة لما سألت السؤال لابن الشيخة مما ليه والدتك أنت ما قلتش أخوك الأكبر ما قالش وزوج وأبوك ما قالش لأم ألدتك فقال لي كنا نخشى أنهم يقعوا في براصن الاحتلال ويعذبوهم فتحت التعذيب ممكن يقول فما يعرفش أحسن لما يستمر التعذيب عنده معلومة يقولها يعني زي ما تقول يفرجوا عنهم فكان دي من أدوات أو قليات التحصين لأفراد الأسرة السينوية الشيخة فهيمة رصدت تحرك زوجها خفاءا وهي ماشية لن رايح يقابل كل فترة بيقابل عنصر وهو محمود اليماني أحد يعني قادة المخابرات العسكرية أو الحربية اللي جند الكتير وله كل التحية في تاريخ يعني الاستطلاع وجمع المعارضة في مصر أو في سيناء المهم بشكل ما قدرت توصله فوجها لوجها أمام هذا الرجل فقالت له يا ولدي أنا يعني أتضمك أنا أحتاجة أكون أعمل أي عمل لبلدي أنا مش أقل من زوجي وابني قال لها أنا معرفش حاجة على أنت بتقولي ده طبعا بدأ يمارس أو يعني يسلك مسالك المعتادة بعد إلحاح عظيم منها قال لها طيب عايزة تعمل إيه؟ قل لي أي حاجة أنا قدر أعملها قال لها طيب معسكر عرفنا أنه بينشأ خلف مكسر الفناجين وده جبل في سيناء عايزينك تجيب لنا بعض المعلومات عنه هيت له عد سبع أنا آسف تلت أسابيع وزي النهار ده زي التوقيت ده هكون عندك بكل معلومة عن طبعا بطلنا محمود اليماني يعني ما كانش مكترس جدا قال لشيخة كبيرة يعني مش هيتقدر يعني راحت ستنا فهيمة الهرش راحت ومرت على دبرت خطة أنها تمشي بأغنامها وتمشي بشال تنسج فيه كل صغيرة وكبيرة مرة من الفجر من شروق الشمس اللي غربها عشان ترسم تحركات العدو ومحيط العدو والمعسكر والمعدات والمجنزرات وأبراجر المرأبة والتأمين على المعسكر وبعدين تفوت يوم وتيجي اليوم اللي وراه من المغرب للفجر عشان تشوف التحركات الليلية شكلها هي على مدار الثلاث أسابيع نسجت على الشال كل شكل المعسكر بعدده بكل حال قبلت الراجل في المعادل اللي اتفقت عليه اتأخر عليها فضلت منتظرها ساعات وعندها الصبر هو كان بيرقبها بيراقب لا تكون وراها يعني بيقوم برضو بدوره بعد ما اكتشف تأمين المكان قال لها أنا جيت لك يا أمي قلت له عرفت أن أنا مصرية خالصة قال لها جبتي حاجة قلت له راح تقلع الشال من على رأسها وديتغوله فطبعا محمود اليماني بص كده يعني قال لها أنا عايز معلومات كلام قلت له أنا مش بتاعت كلام المصرية بتاعت أفعال جميل الشال عليه يا ابني المحيط الوحدة وشروق الشمسة هو بالرسم يبقى المعسكر شكله كذا وتحركاته كذا ومواعيد الأكل ومواعيد التحرك والتدريب وعدد الجمال اللي على عدد القادة وعدد العنزات بعدد الجنود قصة بديعة